متى تذهب للعمرة باقل تكلفة اسرار رحلة عمرة اقتصادية وداعا للغلاء هقولك على افضل وقت الارخص عمرة في السنة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم في الفيديو ده عن انسب وقت تؤدي فيه فريضة العمرة وبقى اقل سعر والوقت اللي هتنزل فيه الاسعار بتاعة العمرة وهقولك كمان على شركات سياحة كويسة جدا وغسقة تقدر تتعاملي معاهم خليك معايا اخر الفيديو كمان في وعد مني بس قبل ما ابدأ ما تنسيش اللايك والشير علشان يوصل لأكبر عدد ويا ربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب العالمين بمجرد ما بندخل الحرم واعنينا بتقع على الكعبة المشرفة انت اكنك دخلت الجنة بجد بدون مبلغة احنا في بيت ربنا صحنا الكعبة رغم شدة الزحام اللي بنشوفه واللي بتشوفيه على التلفزيون ده لكن سبحان الله فيه كمية هدوء وسكينة عجيبة عمرك ما هتحسيها إلا هناك وبس بتنسي الزمن بتنسي الوقت كأنك في فاصل زمني خارج الكرة الأرضية حرفيا بمعنى الكلمة مجرد ما بتنسجد قسمت بالله أحلى 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 مكان ممكن تسجدي فيه انتي بتنتقلي لراحة نفسية ما بتتوصفش بتنسيك كل هم وتعب قبلتيه في حياتك مهما كانت شدة وجعك السؤال بيوقتها بتسألين نفسك كل الجمال والروحة النفسية دي في خير بقع بين بقاع الأرض أمال حالنا في الجنة هيبقى عاملة إزاي؟ ده السؤال اللي كل واحد بيسأله لنفسه في الوقت ده فعلا دعوة سيدنا إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم سبحان الله ملأ قلوبنا بالحب فعلا فاللهم ارتقنا العودة عاجلا غير آجلا وكل مشتاء يا رب العالمين كنت باستغرب لما بيتكلم أما بلاقي حد بيتكلم عن العمرة بالاشتياق والزيارة مرة تانية وبقول لنفسي دول بيبلغوا أوي أعتقد كفاية عمرة واحدة في العمر كنت بقول كده وكت فاكرة ما روح أحس خلاص إني حققت حلمي والواحد قلبه يهدى بقى والاشتياق يروح لكن فعلا الاشتياق بيزيد سبحان الله الزاق غير اللي سمع وإذ جعلنا البيت مسابة للناس وأمناء يعني مرجع للناس مكان آمن تتعلق بي قلوبهم ويتمنوا الرجوع ليه مرارا وتكرارا والاشتياق إليه بيحصل لما بتزور بيت ربنا سبحانه وتعالى مش هتملي أبدا من النظر للكعبة طول الجلوس ومش عايزة أنت مش عايزة تمسيكي حتى المصحف عشان تفضلي وتقري عشان تفضلي بصة للكعبة حاجة عجيبة بتشدك ليها ما تتوصفش أنت مش عايزة الزمن يتحرك أنت عايزة الزمن يقف بيكي وتفضلي وقفة بمكانك وما تروحيش أي مكان تاني يا رب برزقني وكل المتابعين بتكرار الزيارة فقلوبنا ما زالت معلقة هناك إحنا بنرجع بأجسدنا بس والله لكن الروح بتفضل هناك علقة في المكان ده فلكل مشتاء منكم ولكل اللي بيتمنى العمرة والإمكانيات مش مساعدات أو الفلوس مش مكفية أنا هقولك على أنسب وقت تكون في العمرة رخيصة والدنيا بتهدى طبعا إحنا كلنا كنا فاكرين أن شوال كل حاجة هتنزل والعمرة هتنزل وهو ده أنسب وقت لا خالص هو شوال برضو الحاجة بتفضل مرتفعة فيه لأن دي آخر عمرة بقى وبعدها المملكة بتقفل عشان تجهيز الحج فأسعار العمرات في شوال لسه مرتفعة برضو أنا فكرت أروح في شوال لكن لقيت الأسعار زي ما هي مرتفعة طب إمتى الأسعار العمرة هتنزل؟ أسعار العمرة بتبدأ تنزل ابتداء من شهر سبعة في شهر سبعة بتبدأ أسعار العمرة تنزل واستمرارا بقى يعني بتفضل تنزل لحد عمرة ملد النبي بتكون أرخص عمرة تروحيها بس مبتداء من سبعة الأسعار بتنزل كتير لأن سبعة وثمانية بيكون الحر في مكة جديد فمش كتير بيروح سبعة وثمانية إحنا لو مشتقين جداً فمش هيهمنا حر إنتي عايزة الحر في إيه؟ إنتي عندك الصحن الكعبة ده دايماً بيبقى طراوة وسبحان الله مهما كانت درجة الحرارة إنتي ما بتحسيش بحر فيه فسبعة وثمانية ابتداء من شهر سبعة العمرة هتبدأ أسعارها تنزل خالص وبإذن الله إن شاء الله كمان ابتداء من شهر سبعة هعمل لكو فيديو وهنزل لكو أسعار كل الشركات السياحة الثقة اللي أنا بسق فيها واللي سمعتها مشهورة في مصر بإذن الله وهنزل لكو أسعارها وفيه كمان جروب خيري إن شاء الله بس حد يقولي وأنا هضيفه فيه أو هديكي نمرته أي حد يطلب في الكومنتات يعلق لي في الكومنتات ويقولي على الجروب ده هقولكو عليه بإذن الله وهدخلكم فيه جروب خيري بيعمل أسعار مخفضة جداً للعمرة لكل المشتقين علشان ناس كلها وهو تابع عن دكتور مشهور يعني علشان الناس كلها تقدر توفر فلوس وتروح أجمل رحلة في العالم أجمل رحلة ممكن تطلعيها في حياتك في حياتك مش هتتنسي بجد والله رحلة العمرة دي ربنا يرزقنا جميعاً يا رب العالمين كمان وعد مني بإذن الله لكل ربنا كتب لهم الحج السنة دي وطلعين عمرة السنة دي هنزل فيديوهات متتالية بإذن الله عن كل حاجة تخص الحاج لو أنت راحل حج تعملي إيه هكتب لك كل حاجة وهلف وهجيب لك قراء العلماء كلهم وهجيب لك كلام ثقة من أكبر العلماء في كل الأخطاء اللي ممكن تواجهك أو تقع فيها عشان تتجنبيها عشان تعملي حج مبرور إن شاء الله خالي من أي الأخطاء فبإذن الله هنزلك سلسلة متكملة عن الحج والعمرة بس بالله عليك يدعموني بحس إن كلامي على الفاضي فحاولوا لما بلاقي يعني العدد قليل في المشاهدات إحنا الكلام في الحاجات دي ما بيتشبعش منه يا جماعة إنتوا إزاي شبعتوا بجد فأرجو الدعم منكم عشان الفيديوهات دي وصلوا لأكبر عدد وإن ربنا يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب العالمين هنزلكوا إن شاء الله بإذن الله وعد مني السلام عليكم